موسيقى اخويا قريبا عشرين قد دخلت المغرب خليت هذا الواباء في إسبانيا مسمى بكورونا الناس كانت تعمل معها عادي قبل ما نجي كانت الحجر الصحي ومن بعد مني جيت تقريبا عشرين موين بجيت بالتنين الله أعلم الخميس والجمعة كانت سدات الحدود وسمعناه بالحجر الصحي ولكن الحمد لله كانت شوية الوعي يتم عند هذوك الناس وعلاك عارف عندهم إمكانيات لكي يواجهوا هذه الواباء الناس تفاعل اسمعها في الأول كانت شوية كما واقعنا في المغرب الناس كانت تتعامل مع هذي وواخدينه بواحد الصخرية وواخدينه بواحد من الذي يدخل موضوع الجدرة تتعاملوا معه بجدية كانت واحد من يخرج للشاريع يدخلوا الرقم الأخضر الناس كانت تتصل لخلصاته شي حاجه تجيب من المنازلهم السيبير مارش حاليا عادي يمكن أن يحلوهم على التسعة وضواربعة ويستدهم على عشرة الليل بدلوا لهم التوقيت ويحلوهم على عشرة الصباح ويستدهم على ثمانية العشية يتعاملوا عادي لم يكن لدينا هذه الأشياء التي ترى في مغرب اللهفة والجري والأسعار الغلاثة ويستدهم على الأقدر المعكلات موجودة كل شيء ما تخارج الشارع المغربية؟ ما تقول لك؟ أخويا أقل لي أقل لي أقل لي أقل لي أقل لي ودليل قدامك هذا ودليل قدامك ودليل قد خارجين على الأبر ودليل صغار يعني المراقبة الناس يرى يرى وابع السيفراء كانت في 2002 2005 ويستدهم ويستدهم خصوصا يؤثر على الناس الكبار الموسمين لديهم المناعة قليلة وعلى الأطفال الصغار والله يسمح الوالدين الذين يسمحوا الوالدين يسمحوا خارجين الزنقاء لا يسهل هذا الوابع لا يسهل أرى الإمكانيات تسمحوا لي هذه الكلمة لا يستعدين إلى 100% 140 سنة لا يكفي يجب أن نأخذ الحيطة والحضار والحيطة والحضار أن نستقرر في البيوت ما الأفضل؟ ما الأفضل؟ ترى المدارس تقريباً بعض الإدارات يجب أن نتعاون مع الحكومون ونتعاون كشعب إذا أريد أن نتعاون نتعاون في البيوت ما الأفضل؟ لا تنسوا لا تنسوا تنسوا تابعوا في الاشتراك ومشارك ومشارك لا تنسوا لا تنسوا وتضغطوا الجرس لكي يصلكم جديد ترجمة نانسي قنقر